من لبنان إلى سوريا فمنذ تحريرها من قوات الأسد عام 2015 ظلت إدلب مسرحا للفوضى وصراعات الفصائل المختلفة رغم أن تحالف قوات المعارضة تحت لواء جيش الفتح هيمن على المشهد الأمني هناك غير أن تركيز التفاهمات الدولية والإقليمية على تسوية الأوضاع في مناطق أخرى مثل الجنوب الغربي ترك المدينة متخبطة في أزماتها المتوالية قد يهدد ما يجري اليوم من اشتباكات بين جبهة النصرى التابعة للقاعدة وأحرار الشام بمسلسل صدام جديد يرشح إدلب لأن تكون هي حلب المقبلة في مشهد لم يعد مستغربا وتكرر في محافظات عدة المعارك تستعر بين الفصائل المعارضة وهذه المرة في إدلب مصادر ميدانية قالت إن عشرات المسلحين سقطوا بين قتيل وجريح في مواجهات بين جبهة النصرى وحركة أحرار الشام مواجهات أفضت إلى أحكام حركة أحرار الشام سيطرتها على عدد من القرى وموقعين عسكريين لجبهة النصرى وأكدت المصادر أن المواجهات امتدت لمناطق في جبل الزاوية وأريحة والطريق الدولي الذي يربط سرمد بمعبر باب الهوى الحدودي ما دفع السلطات التركية لإغلاق المعبر وفي هذا السياق تمكنت أحرار الشام من السيطرة على بلدتي حارم وعزامرين شمالا وبلدة لهبيت جنوبا وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن هذه المواجهات هي الأشد والأعناف هذه المواجهات تأتي بعد أيام من إعلان حركة أحرار الشام طرح مشروع الإدارة الموحدة للفصائل العسكرية دون استثناء والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني ليكون المرجعية الثورية للشمال السوري ورغم أن التشكيلين كان سابقا متحالفين واستولياء على معظم مناطق إدلب في أوائل عام 2015 إلا أن الأمور أخذت منح مختلف أفضت إلى مواجهات وليست المرة الأولى التي تشهد إدلب مواجهات بين الطرفين إذ جرت اشتباكات في مارس الماضي نتج عنها اعتقالات طالت عناصر الفصيلين الاشتباكات الحالية في إدلب ألقت الأضواء على توتر تشهده المحافظة الحدودية ويرشحها لأن تكون بؤرة توتر كبير في المرحلة المقبلة نتابع تفاصيل ما يحدث هناك مجددا معك شانتال نعم يوسف إدلب تبدو بالفعل على فوهد بركان فالمعركة هناك ليست فقط مع جبهة النصرة بل أن معطيات كل المعطيات تشير إلى ازدياد الشروخ بين أكبر فصلين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام وذلك لأسباب كثيرة أولها منطق الهيمنة الذي تمارسه الفصائل الكبيرة وغياب مشروع موحد للمعارضة ومرجعيات يمكن العودة إليها المنافسة الميدانية بين هيئة تحرير الشام وما يعرف بسقور الشام المنضوية تحت راية حركة أحرار الشام والبيانات المقتضبة الصادرة عن الطرفين وما يرافقها من استنفار عسكري وانتشار للحواجز في عدة مناطق كذلك يتأثر الوضع في إدلب بالصراع الدولي المحموم والتوافقات الروسية الأمريكية والخلافات المستجدة على تشكيل منطقة تخفيف توتر سواء عبر جونيف أو أستنى أو الاتفاقات الثنائية وهذا كله يؤثر بشكل مباشر ميداريا أيضا تأجيل الصدام العسكري بين الفصائل بعد تدخل وسطاء للتوصل إلى تهدئة مؤقتة قد يستغله النظام في أي لحظة ويعيد إشعال فتيله في مقابل هذه المخاطر قامت حركة أحرار الشام بإطلاق مبادرة تنص على تشكيل إدارة موحدة للشمال السوري وتتألف من هيئة عامة تضم عدة مكونات ثورية أبرزها الفصائل العسكرية دون استثناء والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والعشائر بحيث تكون المرجعية الثورية للشمال السوري غير أن هذا المشهد لا يبدو سهل المنال في ظل ما تحضره دمشق وميليشياتها من سيناريوهات قد لا تختلف عن تلك التي أعدتها لحلب يوسف ليس من المستغرب أن نصل لما وصلنا إليه الآن في إدلب بالفعل خلال كل السنوات التي مرت فيها سوريا كنا كل مرة نتحدث عن نقل مسلحين كانوا يقولون لنا نقلوا إلى إدلب من كل الجبهات نقلت كل المجموعات إلى إدلب حتى أصبحت كل هذه المجموعات موجودة على أرض واحدة منطقة واحدة لربما حتى تتنافس وتني نفسها هذا موضوع فعلا في الأشهر الماضية كان التركيز على إدلب وإدلب لا يجب أن ننسى لديها معبر حدودي مع تركيا وبالتالي موقعها مهم هنا لكن نريد أن نفهم ما الذي يحدث في إدلب وما هو مستقبلهم من ضيفنا في إسطنبول الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد حمادي أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار بعض هناك من بات يشبه إدلب حتى ليس فقط بمستقبل حلب وإنما يشبهها بكابل بأفغانستان بعد سقوط النظام الشيوعي هناك ويعني الصراع الذي بدأ بين كل الأحزاب المسلحة الإسلامية هناك هل هذا فعلا ما يحدث؟ ألا يوجد أي خط أو شيء مشترك بين هذه الفصائل التي تتواجد في إدلب حتى يعني على الأقل تهدئ ما بينها؟ السلام عليكم تحياتي إليك والسادة المشاهدين طبعا إدلب ليست كابول وليست قندهار وليست باريس أو أي مدينة هادئة إدلب هي إدلب بكل تناقضات الفصائل الموجودة على أرض إدلب طبعا إدلب استقبلت كل فصائل دمشق وحمص ومناطق أخرى من حماية يعني كل أعداء بشار الأسد والنظام المجرم تم جمعهم في محافظة إدلب إدلب بحدود 15 ألف كيلومتر طبيعة جغرافية 130 كيلومتر حدود مع تركيا يعني منطقة واسعة ومنطقة ذات تضاريس جبلية قاسية يعني هزمت فرنسا وهزمت الأعداء بشكل القدمين بشكل كبير أما اليوم فنرى أن عدم وجود قيادة عسكرية موحدة وقيادة سياسية تقود العمل العسكري هو ما أوصلنا إلى هذا اليوم عدم دعم الجيش الحر منذ البداية سمح لوجود فصائل أو قوى عسكرية لها أجندات مختلفة عن أجندات الثورة السورية وعن أجندات الشعب السوري يعني لذلك سيتم الصدام لا محالة اليوم هناك على الساحة الإدلبية سلاس كتل عسكرية الكتل الأولى هي هيئة تحرير الشام التي هي مجموعة اتحاد بين فصائل أبرزها فتح الشام التي هي جبهة النصرة مع الزنكي مع عدة فصائل أخرى أما الكتل الأخرى فهي حركة أحرار الشام وهي لها تتصل من شمال حما والقلعة والغاب وحتى آخر قرية في إدلب أما الكتل الأخرى فهي كتلة الجيش الحر وهي عدد من الفصائل التي موجودة جيش النصر جيش الفيلق وجيش إدلب الحر والعزة والنخلة وكذلك لواء شهداء دارية وعدة فصائل أخرى تقودهم غرفة عمليات مشتركة يقودها ضباط أخصائيين عدم اعتماد الدول الداعمة للشعب السوري على سبعة آلاف تتحدث عن الدول الداعمة للشعب السوري حتى أكمل هذه الفكرة وأود أن أعرف منك هل المشكلة هي من داخل هذه المجموعات المسلحة الموجودة في إدلب اليوم أم أن من كان يديرها ومن كان يدعمها ومن كان يعطي لها السلاح كل التموين هنا هل هو غائب عنها اليوم وباتت لوحدها بمفردها تتخبط فيما بينها طبعا هناك أسباب ذاتية وهناك أسباب داخلية وهناك أسباب خارجية طبعا الداعم من يدفع يعني ما أظلم من يضع في جيبك ليأخذ من قلبك فالكثير من الفصائل السورية يتم دعمها من الخارج والمحرك الأساسي تقريبا من الخارج يعني لبعض الفصائل ولكن ليست كل الأوامر تأتي من الخارج فهناك أمور من الداخل يعني لا أحد يستطيع أن يجبر الأخوة أو الأشقاء أو أبناء العم أو أبناء البلد أن يقتتلوا فيما بينهم من أجل السيطرة على قرية أو على مكان استراتيجي آخر ولكن هناك اختلاف بالفكر واختلاف بالرؤى وما حدث أخيرا لنكون صادقين مع أنفسنا فبدأت المشاكل مع بداية أستانا عندما تم اتهمت فتح الشام أو هيئة تحرير الشام الفصائل الثورية المشتركة في أستانا بأنهم وقعوا على استقصال حركة هيئة تحرير الشام ومنذ عشرين يوم تقريبا خرج إبراهيم غالن المتحدث باسم الرئاسة التركية وقال بأن مناطق تخفيف التصعيد ستدخلها قوات روسية تركية في الشمال وفي دمشق حول دمشق إيرانية روسية وفي جنوب أردنية روسية هذا الكلام جعل فتح الشام أو هيئة تحرير الشام تتهم أحرار الشام بتسهيل دخول القوات التركية إلى تلك المنطقة ونرى بأن هناك تغيرا في أفكار حركة أحرار الشام من خلال اعتمادها على علم الثورة وعلى تجهيز مكونات الشعب في محافظة إدليب لقيادة المنطقة هذه النقطة مهمة ولكن اسمح لي هنا في التغيير ذكرت أنت أيضا الآن هناك من يتحدث عن مقاربة جديدة لتكوين الجيش الوطني الحر وإلغاء كل هذا الكلام الفصائل وإشراك الضباط الذين منعوا من المشاركة تم حبسهم أو تم إجبارهم في مخيمات على عدم المشاركة من أجل إعطاء دور أكبر للفصائل ذات التوجه الديني التي لا يقودها عسكريين وإنما أناس آخرون هل هناك فعلا الآن مثل هذا المشروع؟ هل هناك فعلا ضباطه؟ هل يمكن بناء هذا الجيش الوطني الحر؟ طبعا منع الشعب السوري من تشكيل جيش وطني يقود العمل العسكري ضد النظام بشار الأسد وكذلك منع من قيام قيادة سياسية مستقلة تقود المجتمع أما الآن فهناك حركة من الضباط بحدود 1500 ضابط هو مجموعة الضباط 7500 ضابط انشقة عن النظام من مختلف الرتب العسكرية من رتبة لواء وحتى رتبة ملازم وهناك أكثر من 67 ألف من الجنود وصف الضباط الذين انشقوا لو تم دعمهم من الدول التي دخلت في أشياء السوري لتم قيام جيش وطني أما الآن فهؤلاء الضباط وأنا منهم نفكر بأننا جاهزون للدخول إلى البلد أو إلى سوريا من أجل قيادة العمل العسكري وتشكيل جيش وطني ومن الفصائل العسكرية العاملة على الأرض لو سمح لنا من الفصائل أو وجد مدخل إلى هذا العمل الضباط جاهزون رغم أن سبع سنوات مرت على تقريبا تهميش وجودهم وتهميش دورهم والضابط لا ينتمي إلا للوطن ولا ينتمي إلى فصائل معينة ولا إلى عصابات ولا إلى أجندات أخرى ولكن للأسف الشديد تم تهميش هذا الدور واليوم يريد الضباط أن يتمسكوا بهذا الأمر لو أتيح لهم ذلك لما أنك تتحدث سيد أحمد عن ما ينتظر المنطقة هنا أود أن أعرف منك ما السيناريوهات المقبلة والتي يمكن أن تنهي أو تختم الصراع داخل آخر ملاذ للمعارضة طبعا الثورة خرجت ضد هذا النظام وضد الميليشيات الإيرانية التي تتحفز دائما يعني اليوم محافظة إدلب من الشرق يحدها جبل عزان الذي يعتبر قاعدة عسكرية لإيران وهناك الميليشيات في حلب التي سيطرت على حلب ولكن لا يعني إذا سيطرت هذه الميليشيات على حلب بطريقة أو بأخرى أن إدلب ستكون على طبقا من ذهب لهؤلاء فالمعركة قاسية والمعركة صعبة جدا في محافظة إدلب هناك شعب ثوري قام وقاتل النظام واترد النظام من كل هذه المنطقة فهو مجهز ولكن بهذه العقلية الفصائلية الموجودة على أساحة إدلب فلا أتوقع بأن النتيجة ستكون إيجابية لو أن هذه الفصائل وهذه القوات وهذه الأفراد المقاتلين الأشداء لو تم وجود جيش وطني يقوده ضباط مهنيون من خلال غرفة عمليات ولو تم الدعم الكافي لهم توقع بأن إيران وميليشياتها وحتى الطيران الروسي لا يستطيع أن يؤثر في هذه المنطقة المتسعة وصعبة التضاريس والتي موجود حدود تختلف عن حلب حلب هي منطقة جغرافية صغيرة في نقطة باختصار في دقيقة ذكرت أنه في أستانا وفي كام مخطط وتركيا تحدثت عن دخول قوات تركية وروسية هذا هل هو ممكن عمليا على الأرض وبأي شرط باختصار طبعا القوات التركية والروسية ممكن أن تدخل إلى إدلب لو تم دعم ذلك وعن طريق موافقة الفصائل بدون موافقة الفصائل لدخولهم على إدلب من أجل تأمين اللاجئين وكذلك تأمين الوضع في إدلب يعني اليوم إدلب الشعب يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الكهرباء والماء مدينة أو بلد للأسف هذا هو الفيصل في هذا الموضوع هناك أتوقع هو قسم من هيئة تحرير الشام وهم أبناء البلد يوافقون على ذلك ولكن بعدة شروط من ما عدا الروس ولكن القسم من هيئة تحرير الشام الذين هم من خارج سوريا والذين يسمون بالمهاجرين أتوقع بأنهم لا يوافقون على ذلك من أجل عدم انتقاص من مكانتهم أو من المكاسب التي هي بحوزتهم يعني إلى أين سيذهبون إذا دخلت قوات سيف الفرات أو تركيا أو دول أخرى إلى محافظة إدلب شكرا جزيلا لضيفنا من إسطنبول الخبير العسكري والاستراتيجي السوري أحمد حمادي يعني مهم مما ذكروا الموضوع تمويل وتسليح غير الضباط في الجيش الأحرار فصائل ذات توجه ديني إسلامي رفعت شعارات ليس لها علاقة بالثورة ودعمها مالا وسياسة وإعلاما وكأنه هي ممثل الوحيد للشعب السوري أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم في إدلب في ظل تفاهمات دولية وإقليمية تتوعد إدلب بمزيد من الخلافات سنتحدث عن الذي مول ودعم من لا يحمل شعارات الثورة السورية في ملفنا الخاص أيضا سنتحدث عن دوره أيضا في اليمن شكرا جنزال شكرا جنزال